موسيقى اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات ضد الرجالة ولكن أشباه الرجال هم ضحايا نساء ولا ضحايا باقتهم تابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي ما تنسوش اللايك والشير ورأيكم بيكمل رأينا وهنرحب بضيف السيزن دكتور إبراهيم هيكل استشاري العلاقات الإنسانية والصحة نفسية أهلا بك يا دي أهلا بك يا دي طبعا إحنا معينا فقرة كده اسمها حالة نفسية القصة بتقول إيه؟ بتقول كنت بحب شاب جدا وتجوزته جواز طبيعي جدا وخلفنا بنوتة زي الأمر بعد ما خلفنا البن اكتشفت إن هو شاز جنسية في يوم من الأيام بقلف في موبايله لقيت شوية رسائل كده مفيش أي رسائل بينه بنستات وديل غريبة مفيش أي خيانات لقيت أغلب الشات بتاعه رجالة لقيت كده كلمة لفتت نظري تعتبر بتتقل بين الستة والراجل دخلت على الشات لقيت كلام جنسي بينه وبين شخص والغريبة إن الشخص ده صديقه كان دايما بيجي البيت عندنا بشكل متكرر والأغرب إنه دايما كان بيصر إنه هما الاتنين لازم يناموا في غرفة واحدة وجهته بالحقيقة وطبعا هو أنكر جدا بدأت المشاكل تحصل وبدأت رائب من بعيد لما الشخص صاحبه ده بيجي بدأ يحس إن أنا بشك بدأ لأقل إن صاحبه بيجي بقى هو بيروح له العلاقة كانت تصير الدهشة بالنسبة لي بعد ضغوطات كتير مني وإلحاح بدأ يعترف إنه هو شاز جنسيا وما يقدرش إنه هو يستغنى عن الموضوع ده والغريبة إنه هو كان رافض إنه يتعالج وشايف إنه ده مش مرض من الأساس وفي النهاية اتطلقت بعد تشوه نفسي كبير جدا حصل لي ومش قادر أتعالج ومش قادر أتخطى الموضوع ده والكارثة الأكبر إنه ده أبو بنتي إيه رأيك يا دكتور براهين في حالة زيدي صعبة طبعا جدا إن دايما بنقول في الحالات دي إن أي حاجة بتنافي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عليها دي بتعتبر شزوز تخيلي كده واحد المفروض إنه هو عطفته وإحساسه وحبه وكرهه كل المشاعر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيها المفروض إنه هي تبقى من راجل لست وربنا سبحانه وتعالى حطها في الإطار الشرعي سواء في الجواز أو الخطوبة أو الأطرة العرفية اللي موجودة في المجتمع بتاعنا أنا دلوقتي نقلت المشاعر دي من راجل لراجل تخيلي كده واحد بيقول لراجل أو بينقل المشاعر بتاعته دي كلها لراجل زي ده يعني دي حاجة بنسميها في العرف والشرع والدين اسمها شزوز وزي ما احنا تعودنا في الحلقات بتاعتنا إن احنا لازم نحط كل كلمة في المكان بتاعنا يعني البنت اللي بتحكي القصة ديت وأنا مشفق عليها جدا وانت جبت تعبير مهم جدا اسمه التشوه النفسية فعلا اتشوهت نفسيا وكون إن حد أو إنسان يعيش مع شخص شاز في بيت واحد الموضوع بيبقى صعب جدا وإحنا بنحاول في الفترة الأخيرة ديت إن احنا نوعي الناس بقدر كبير جدا إزاي تعرفوا الشاز دوت علشان نحذر منه أو نقدر نتعامل معه إزاي أو نعالجه دكتور ابراهيم الشاز جنسيا ينفع يتجوز؟ آه طبعا ينفع يتجوز وينفع يجيب إعلاء أولاد وعادي خالص الراجل اللي قدامي ده وأنا بتعرف عليه في البداية هو شاز جنسيا ومنوله الراجل تاني إزاي يقدر أفرق ده؟ وإيه العلامات اللي أقدر أحدد بيها إن الراجل شاز؟ خلينا نبقى متفقين إن البوضوع مش سهل إن أنا أقدر يعني أطلع الصفات الإجمالية لشخص شاز بالنسبة للستات إحنا كرجالة الموضوع بيبقى واضح بنسبة كبيرة إن إحنا نقدر يعني نفيشه أو نقدر نعرفه ولو سألت أي راجل أنت تقدر تعرف الراجل الشاز يقول لك آه طبعا الموضوع سهل جدا إنما الستات لو جيت اتكلمتي على إنهم مثلا في نطاق العمل وإحنا يعني الظاهرة بقت ظاهرة موجودة بالفعل ومش عايزين ندفس والشنة بس في التراب كده ونقول آه هم موجودين وعايشين معانا وبشتغلوا معانا منهم المدرسين منهم الأطباء منهم المهندسين منهم في كل المجالات وبشتغلوا على فكرة هما ناس في حياتهم العملية بيبقوا نجحين وعندهم حياتهم وعندهم كل حاجة هما بيعملوها ولكن الجزئية دي هو مش قادر يتخلص منها أو مش عارف يخلص منها إيه العلامات اللي إحنا ممكن نميزها بيها؟ يعني دايما تلاقيه في المواصلات العامة والأماكن العامة هو دايما يدخل في الأماكن ديت علشان يقدر يمارس يتحرش بالرجال يتحرش بالرجال بيقدر مثلا يدخل المترو ويدخل باس يكون المكان زحمة أي حاجة زحمة بحيث انه ايه يعني ده بالنسبة للمتحرش الكيوت المتحرش المتحرش اللي هو زكي فيه بقى متحرش علني ده وده أنا شفته اكتر أنا شخصيا شفته اكتر بمرة انه هو يبقى ماشي عادي في الشارع خالص ومرة واحدة يبدأ بعملية التعري يعري نفسه قدام الشخص اللي قدامه علشان يجذب انتباه الطرف الآخر ويقوله أنا موجود علشان يعمل عملية إصارة ممكن واحد هيقوله لأ اتنين هيقوله لأ ثلاثة اربعة خمسة بس واحد هيتوافق معي ولكن هو عنده صبر انه هو يوصل للمرحلة دي لانه هو دماغه كلها تخيره وافكاره كلها في المنطقة دي او في الحتة دي طب هو ما بيخافش على شكله وسمعته ومنظره لما يعري نفسه قدام فئة كديرة كده ما هي الشاز ده ربنا يعافينا ويحفظنا ويهدي اللي بيوصل للمرحلة ديت هو بيصل الى مرحلة من الغياب العقلي والغياب الديني والغياب الاجتماعي ما يهموش اي حاجة غير اشباع هذه الشهوة اللي بتصيبه هذه الشهوة ممكن تكون شهوة بزيادة شهوة كبيرة قوي بس هو مش عارف يحطها في المكان الصح ممكن يكون اما لشكله على فكرة ممكن يكون شكله مش مؤهل ان هو يجذب اي ست فيبدأ يدور على حاجة تانية يطلع فيها الشهوة بتاعته على فكرة ده الموضوع يعني موجود طيب ممكن برضو ممكن من ضمن العلامات اللي ممكن نشوفها ممكن نشوفها في الاطفال ودول نخلي بالنا منهم جامل ده السؤال ده انا اتطرقت له ده يعني جامل لوحده طيب من ضمن العلامات برضو التانية طريقة اللبس طريقة الحركات طريقة ايماءات الجسم دايما تلاقي الراجل الاشياز ايوه دايما عليه حركات هي مسيرة للجدل يعني مثلا انا اعرف مدرس مثلا في مدرسة وكل الطلبة سواء بنات او صبيان هم بيعقبوا على حركات مدرس معين في طريقة الشرح بتاعته او في طريقة الكلام بتاعه فدايما بيعمل ايماءات معينة تميل الى الانسوية فهو مش واخد باله او هو من كتر تطابه عارفة في بعض المهن كده انه خلاص هو اعتبر من جوه هو بيتعامل انه من جوه انه هو ست مثلا او خلاص طبع يعني هرمونات الانوسة بقت عنده اكتر عالية فيبدأ يتعامل بها بيبدأ يلبس لبس مسير هو بيعتقد انه هو يعني دايما يعني احنا مجتمعات شرقية المجتمع الشرقي دايما هو متحفز في لباسه متحفز في تربيته الشعر ومتحفز انه هو ما يلبسش حلاء متحفز انه هو ما يلبسش جازمة بكعب يعني انت شفتي مثلا راجل بيلبس جهاز ما بكعب ففي المجتمعات الغربية يمكن عشان الموضوع ده منتشر وهناك بدأوا يروجوا ليه بطريقة كبيرة جدا فتلاقي الراجل بيعمل كل ما تفعله الأنس لا دلوقتي في الغرب الراجل بتلاقيه ممكن لابس درس وحاطة ميكب وهعامل شعره تشوفه أحلى من ستات كثيرة هو بيقول أنا ست هو بيرواجوا ليه طبعا بطريقة كبيرة جدا فإحنا يعني دايما نقول يا جماعة هم مجتمعات غربية ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإحنا عندنا هنا دينا وعاداتنا وتقلدنا حتى الشارع عندنا يعني في عقوبة من يقوم بالشذوذ هي عقوبة غريبة جدا حتى ربنا سبحانه وتعالي ذاكرها في القرآن ايه عقوبة بقى للشذوذ الجنسي دينيا وقانونيا دينيا يعني ربنا سبحانه وتعالي ذاكر أن قومه لوط أنه ربنا سبحانه وتعالي قال للوط قاله ما تبوصش وراط هيحصل لهم عذاب غير طبيعي وربنا قال فجعلنا عليها سافلها يعني البلد كلها طلعت فوق وربنا سبحانه وتعالى استبدلهم تماما معاً لهم موجود نظراً لهذه الأفعال الشنيعة التي لم تعتد البشرية وجودها تماماً يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم تماماً عن بكرة أبيه أما بالنسبة للقانون المصري فقد جرم هذه العقوبة تماماً وتصل مدة الحبس إلى خمس سنوات خمس سنوات ممكن يتحبس وما يطلعش مش هايزين يطلع فقط ده هي المشكلة إن هو لو دخل السجن أصلاً ممكن يعمل مشكلة أكبر هيتخرش بكل الرجالة اللي جواه للأسف ممكن يؤدي لمصيبة أكبر كل الرجالة اللي جواه شزين وده بيحصل على فكرة وعملوا إحصائية في بعض السجون إن لما بيدخل معهم اتنين أو تلاتة شزين بتبقى الموضوع مصيبة لأنه بين الأمورات كتير جداً طيب إيه بقى يعني إحنا طبعاً مش أكيد مش فقهاء في الطب بس دي حاجات آآ متعارف عليها إيه الأمراض اللي بيتعرض لها الشزين جنسياً من رجال؟ آآ سواء السالب أو الموجب لأنه إحنا بنصنف بنصنفهم إلى الفاعل والمفاول به اللي اتنين مع بعض يعني حتى هما الاتنين يعني حتى جزاءهم في الشرع اللي اتنين مع بعض لأن الأمراض بتنتقل من شخص إلى شخص ده حتى في العلاقات السليمة لو زوج متزوج وزوج شرعي بس كان بيعمل أفعال برا وبدأ ينقلها ينقلها للزرع دايماً الإشاز الجنسياً ما بيفرقش بين الشخص اللي هيفعل معاه أو اللي هيفعل به يعني هما ما عندهمش الـ مش مش كده مش مش كده مش موجود أصلاً وهم يكونوا عنده قبول هما الاتنين قابلوا بعض خلاص خلاص هما بيقنعوا بعضه بيقوموا بالعملية الجنسية اللي هما يعني ارتضوا إن هما يعملوه طبعاً إلاج القضية بتاع الرجل في الذكر وهذا لا يعني مش موجود في طبيعة البشر وربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة زي دي عشان ده أو الاستمتاع ده أكيد أكيد فلازم يكون النتيجة بتاعته نتيجة طبعاً غير مرضية تماماً للطرفين عشان كده معظم الأمراض اللي ممكن نتكلم عنها زي سرطان الشرق ده يعتبر من أكبر الأمراض أو من أكثر الأمراض اللي ممكن يتعرض لها شخص اللي هو المفعول به أما الفاعل بقى بينتقله هذا السرطان في بعض الأماكن في جسمه وبيطلع له بعض الحبوب بتسمى بالتهيج ويطلع له بعض الحبوب ديت بنسميها في علم لأن احنا مش بنتكلم في المجال الطبي ده اللي هو بيؤدي إلى فقدان المناعة بيبقى عند فقدان المناعة وتؤدي بعد ذلك إلى مرض طبعاً معروف اللي هو الإيدز لأن مع انتقال الحيوانات المنوية من شخص لشخص لمكان لمكان لأن الحيوانات المنوية دي بتظل في المستقيم بتاع الرجل دوت فتنتقل من شخص لشخص لشخص تاني فده هيؤدي بالتالت حتماً لازم يعمله أو يصل إلى الإيدز ومرض تاني كمان اللي هو مرض فقدان المناعة طبعاً المستقيم بتاع الرجل اللي يمارس هذه الأفعال باستمرار يتعرض طبعاً لمخاطر كبيرة جداً لأنه بيفقد أو ما بيقدرش يسيطر على قدرته على التحكم في أنه يتبرز الحاجات الطبيعية اللي يسمونه السيلان السيلان ده بحاجة تاني طبعاً السيلان وعدم القدرة على السيطرة والحاجات دي كلها أمراض إحنا بنقولها ليه برغم إن هي إحنا كلنا ما بنسمع الحاجات دي كلها بنبقى طبعاً أرفانين ومتدايقين جداً ولكن إحنا عشان ننبه المجتمع وننبه الناس يا جماعة الوعي إن ده غلط وإن ده لي إتباعات ربنا ما منعش حاجة يا جماعة فيها خير البني آدم كل حاجة ربنا منعنا منها وعفانا منها وعفنا عنها هي حاجة مؤذية لنا وحاجة هتخلينا نعاني كتير قوي برضو نوجه رسالة إن إحنا ما ناخدش من الغرب الحاجات السلبية ودايماً بلاش نحيد عن الدين ونحيد عن الشرع طيب دكتور إبراهيم سؤال بقى الغرب الأول دي مهمة قوي إن تعرفي إن في الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهمش طبيب نفسي للشواز ما بيعتبروش مريد أصلاً ما بيعتبروش الموضوع مرض بل بيسعوا إن هما يقنعوا إن أنت طبيعي وإن أنت ما عندكش أي حاجة ده فريق على فكرة بس هو فريق كبير جداً في فريق آخر بيرى إن هو ممكن يقوم بعملات العلاج إن أنا أعالجه عشان يبقى إنسان سوي ويقدر يتعامل مع المجتمع ويبقى كويس جداً الشاز جنسياً بيقدر يحس بمتعة جنسية مع الطرف الآخر اللي هي الأنصى؟ يعني في العلاقة الطبيعية يعني يعني لا هو مش بيحس بيها طبعاً أو مش هيوثار بنفس الطريقة اللي بيوثار فيها مش هيحس بالمتعة النشوة الجنسية ده بناءاً على دراسات يعني بناءاً على دراسات أنهما برضو يعني لما تيجي تسألي الشاز أيهما تفضل في علاقتك الجنسية فهو يفضل العنصر الذكوري غير العنصر الإنسوي لأنه هو ده بيحسيره أكثر جنسية يعني ده دي دراسة ولكن هو بيوثار عادي خالص بس هو فكره تخيله ودماغه بتقوله إن ده أفضل ولكن يعني إحنا بنقوله يا جماعة والله الحاجة اللي ربنا قال عليها هو ده الصحي طيب نقطة تانية يحبين نتكلم فيها وهي الجماع الخلفي للسيدة يعني الراجل بيعمل الجماع الخلفي مع زوجته ده كمان بيكون نتائج عنه أمرات كثيرة جداً برضو سببها الإيد بسبب الإيد بيسبب السيلان إن الستة ما تقدرش تتحكم في الحاجات الطبيعية اللي بتعملها عن طريق الشرك آ... آآ Thalatt حاجة السرطان فتح الشرك برضو للستات ده كلو بيحصل عن طريق الجماع الخاسي لأن نسبة كبيرة قاوة دلوقتي من السبتات آآ ما بيستمتعوش أو ما بيوصاروش الا بالطريقة دي ولانا هيا جاوزت واحد عاودها على الموضوع ده فبالتالي لما تيجي تتجاوز زوج تاني أو تالت ما بتحسش بمتع غير الموضوع ده بالزات فممكن يكبر الزوج على كذا أو ممكن نفسهُ بيحب الموضوع ده لاسباب جنسية معينة بيستدرجها ان هي تحب ده او تجبر ان هي تعمل ده عشان ترضيه فاحنا بنقول اي حاجة بترضي الزوجة على حساب ان ربنا حرمها ما تعملهاش وده مش حرام عليك وده انت مش غلطانة وده مش من حقه يهاجمك فيه بالظفت هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم قل ناشئتم الموضوع فأتو حرثكم قل ناشئتم اللي هو من المكان المعروف بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة انما انا عشان اخالف الجزئية ديت بيسبب اضطراب نفسي كبير جدا بالنسبة للمرأة يعني بالاضافة الى الامراض اللي هي العضوية في امراض نفسية تصاب بها المرأة نتيجة الموضوع دوت طيب السؤال بالنسبة البقى الحالة اللي كانت عندنا في فقرة حالة نفسية العلاج النفسي لها هل بتقدر ان هي تتعافى وترجع بني قدمة طبعية ايه؟ خلينا نقول ان الموضوع مش هيكون سهل بس هو طبعا كل حاجة بيضرب بنا سهلة جدا ان هي ممكن ان هي تتعافى وممكن تشفى لان هو بيتعمل لها برنامج البرنامج ده ما بيقلش عن من ستة شهور لسنة وممكن يصل للاسنة مصر حسب اتشوه النفس اللي هي وصلته فمش معقول واحدة عاشت مع شاز فترة كبيرة جدا فاكيد انا عشان اطلعها من الموضوع مش هتكى على الزرار وقول لها يلا عشان البرنامج ده او هو مش مرض عضوي هتديله مضادة حاية او هتديله حباية انا لازم انضف اللاوعي تماما تماما من اللي حصل واللي شافته لان هي مرت مرت بمرحلة كبيرة جدا ومرحلة يعني الله يكون فعونها شافت بعينها حاجات كتير وفضلت طول للكبتة كبتة كبتة طب سؤالتين يا دكتور مهم جدا السبت اللي بتتعرض لعلاقة زيه بتفقد الثقة في نفسها وفي المحزن كل حاجة للأسف هي بتتعرض لازمة صدمة الصدمة النفسية دي يعني ده احنا في الطبيعي لو تخيلي كده راجل ست دخلت على زوجها مثلا ولقيته بيخنها مع واحد تاني ما بتقدرش تتخلط دي صدمة مع ان ده اي ده يعني ايه علاقة تعتبر يا مش طبيعية مش طبيعية لكن سوية سوية بالنسبة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه ولكن لما تيجي بقى تشوفي ده ده هيعمل ايه هيعمل ايه يعني ايه مدى الصدمة اللي ممكن يقع فيها شخص او يشوف حاجة زادية يعني او حتى يسمعها او الشخص وخاصة بقى يا دينا ان الست لما بتتجوز واحد عن حب او بترتضي ان هو يكون جزء من حياتها فبتديله كل حاجة بتديله مشاعرها وحبها وباسمها وكل حاجة فتفاجأ ان هذا الرجل الذي اعطته جميع هذه المشاعر بهذه الصفة اللا انسانية اللا خلقية اللا اجتماعية كل الكلام ده رجل متدني متدني عن الاخلاق والزين والرجولة وكل حاجة شبه راجل ذكر لكن ما يعتبرش راجل طيب اه الدروبات او الوقوع النفسي التجوه النفسي اللي بتمر بيه الست اللي هي الحالة اللي معنا تعرض للحالة دي ممكن يخليها تمر بايه ممكن تلجأ للانتحار ودي اعلى حاجة ممكن تلجأ للاكتاب مش عايز اتعرف حد مش عايز اتعرف الحد ممكن لما يجي تقدم لها واحد تاني فاكل الثقف كل رجال اه وبعدين بقى عندها مشكلة في ان هي بدأت ايه هي بصة عارفة عاملة اسقاط زي المثال اللي انا قلت دلوقتي لو انا رحت هي خلاص اتطلقت بسبب خيانته مع واحدة تانية فكل واحد تانية هتبقى مفكرة خيان بس بقى للأسف ده هتلاقيه في الحتة دي وهي اكثر حتة توجعها هتبقى هتوجعها اكتر يعني هيبقى الموضوع واجع لها قد نصيحة ليها يا دكتور نقول لها ايه انت كويس ما تقلقيش الموضوع مش فيك خالص دايما نقول ان الازى بتاعه هو هو ده بتاعه ما تنقيديش الازى بتاعه ليه كنتي النار دي بتاعته هو ما تنقيديش النار اللي في صدره او النار اللي اللي لمسته او صابته وخيانته تحرق كنتي انت ملكيش زنب وده وده في كل حاجة في العلاقات على فاكرة اي مشكلة تحصل لنا هي حصلت مع الشخص ده ما حصلتش معك انتي او انت مش سبب فيها يعني انت لو جيتي رجعت تتزاكرة ورا وجيتي تتكلمي تعالي قوليلي كده هو انت السبب ان هو يبقى شاز انت مش السبب ده ده ليه اسباب ده فيه اسباب نفسية فيه اسباب بيولوجية فيه اسباب اسرية فيه حد تعد عليه وهو صغير في ايا كان اللي حصل انت ليس لك علاقة بهذا تماما انت بعيد عن الموضوع عشان كنا انا بقولك ايه بقولك خليك انت بعيدة انت مش السبب جربي واحد واثنين وثلاثة ان شاء الله تتجوز عشرة الى خطوة ان هي قدرت تبعد وتتطلق وتعيش حياة ثانية وتبدأ من جديد دي كانت بداية العلاج النفسي بسبب التشوه اللي هو سببه لها وان شاء الله تكمل في العلاج ونصيح الدكتور إبراهيم لك ان انت لازم تروح الدكتور نفسي نفسي عشان انت بدايت استعيد الثقة في نفسك وفي المجتمع مش شرط في الراجل وفي نتائج هايلة على فكرة في نتائج هايلة حصلت في طيب دي حاجة كويسة موضوع مش مش صعب خالص اتطمنه خالص محتاج ارادة كل الستات تتطمن كل اللي بيتعرض لحاجة زاليات كل اللي عنده في حالة ميديات اللي اتنين ليهم علاج سواء كان الشاز نفسه ليه علاج وبرضو اتطمن بس يكون عندك الارادة والعزيمة والالتزام ان انت تكون عاوز هنعالجك وهنطلعك وهنخليك تتخطى الموضوع مش مش صعب هو عامل زي الادمان بالزرط عامل زي نفس الامراض له علاج وله ادوية وبنطمنه نقول له ما تقلقشي وانت كما ما تقلقش السؤال الاهم ايه اللي بيخلي الراجل لما يكبر يبقى شاز جنسي لما يكبر؟ لا هو الموضوع دايما مرتبط ما دون الطفولة يعني ما فيش شاز جنسيا كان كويس في البداية وبعد مثلا فترة المراقق اه لا هي دايما مرتبطة بما دون التلاتاشر سنة يعني هو اصغر من التلاتاشر سنة مش بعد كده يعني حصل له حاجة قبل التلاتاشر سنة حولته لشاز جنسية بقى قبليه لان معظم شخصيتنا كلنا بتتكون يدينا في السبع سنين الاولانيين او في الاربعتاشر سنة بتكون شخصيتنا خلاص اتكونت ايه بقى الاسباب؟ الاسباب ان وانا صغير بتبقى في اسباب اسمها اسباب بيولوجية او ممكن تبقى هيربونات في الجسم بيبقى عنده طاقة الجنس بتاعته عالية قوي بس هو مش عارف يوجيها صح اوكي فممكن يكون مثلا قاعد مع ولد صاحبه مثلا وقاعدين مع بعض وبيعودوا بمدة طويلة ونخلي بالنا الامهات منسبش الولاد حتى ربنا سبحانه وترسول صلى الله عليه وسلم الفريق وبين الاخوة في المضاجع ابعدوا عن بعض ده ده احاديث عننا مينموش مع بعض في سير واحد اه مينموش مع بعض في سير واحد لان هم عندهم طاقة جنسية الاتنين فالطاقة الجنسية ديت انا هم برش يوظف ممكن تتوظف غلط ومفيش حد بينصح ومفيش حد بيوجه مفيش حد عنده الامانة دي فانا اقول له ايه خلي بالك طب انا افرد ابني بدأ ايه يتعد اقول له خلي بالك بقى انا لازم اوجهه مدونة السابعة مدونة السابعة ومن 7 الى 14 اقول له ايه ماتخليش حد يحط ايده على جسمك ماتخليش حد يحط ايده على اعضائك تمام وخاصة الاعضاء اللي ممكن تثيرك جنسيا لانه هو هينبسط بس هو مش عارف هو مش فاهم ان ده غلط او مش عارف يوظف الموضوع بالضبط يعني انا انا القصص اللي احنا اللي بتروى لنا في داخل الحجرات الخاصة دايما بتلاقي ان في حد شخص معين فهو ما كانش بيتعد هم كانوا الاتنين بيعملوا حاجة بيبقوا مبسوطين فيها هم صغيرين وممكن يكون حد كبير يكون مسك ولد صغير مش هنقول اعتدع عليه وبدأ يثير الموضوع معاه لحد ما وصل لانه بدأ يحب وبدأ يدور عليه بدأ الشخص بقى ده اه هو مش فاهم زي الادمان كده التاني هيختفي الشخص اللي هو عمل في ده هيختفي فهيدور على غيره هيبدأ يدور على واحد واثنين وتلاتة وهكذا فبقى اسمه ايه بقى اسمه شاذ فعشان كده احنا لازم الولادنا مدون الاربعتاشر سنة توعية انت لازم تعمل عليهم رائب متديش الثقة متديش الامان وبعدين لما يجي حد يقولك انت بتعمل كذا انت اسمع الكلام متاخدش انا مش ايه للتربية وانت ربيت غلط وربيت صح هو مش نبض هو توجيه انت خد بعضك ساعة ما تلاقي ان في حاجة فيها غلط خد بعضك كده واعمل كاتش عالموضوع وابدأ عالجه وتوجه على طول لطبيب نفسي كوتش صحة نفسية هيقولك على البرنامج وهيقولك على طريقة العلاج وهيقولك اتعامل ازاي الموضوع هيبقى معاك اسهل بكتير من انه يتطور ويبقى مدمن وما نعرفش نطلع من الموضوع ده غير بصعوبه شرفت بك يا دكتور إبراهيم في نهاية الحلقة انا حاب اقول بس كلمتين لكل سبك انت وش الخير انت النص الحلو في المجتمع انت المجتمع كله وانت الكون كله جماله اوعي تسمحي لأي حد ان هو يشويك نفسيا او اوعي ضميرك يقنبك في اللحظة انك دخلت في علاقة غلط وخرجت منها مشاوها نفسيا كل سبت قادرة تقول لأ وقادرة تاخد خطوة انها تتخلى عن اي علاقة بتديها تشوه نفسي هي سبتة قوية وده بداية قوتك مش نهاية المجتمع وكلنا قادرين نقع ونقف تاني نقع ونقف شئتي ام ابايتي او المجتمع شاء ام ابا انت اقوى وانت اجمل حاجة حصلت في الكون كله استنونا في الحلقة الجاية من ضد الرجالة ولكن وما تنسوش رأيكم بكامل رأينا تانوني في الحلقة الجاية شكرا 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 شكرا